تجسيداً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في جعل إمارة دبي أفضل عاصمة للاقتصاد العالمي أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعاه دبي عن تشكيل لجنة استثنائية تختص بتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي وتهدف اللجنة التي يرأسها سموه رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع خطط للاستثمار في عالم الميتافيرس وبناء الشراكات الرامية لتعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رسخت مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار مفاهيم ونماذج عمل تحولية في المجال التكولوجي والاقتصادي من خلال توظيفها التكولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية للنهوض بالمجتمعات وتحسين حياة الناس وقال إن دبي أصبحت محطة رئيسية للتكولوجيا المتقدمة ومختبراً للماذج العمل المستقبلية التي تقوم على تصميم وإعداد الاستراتيجيات والسياسات في القطاعات الحيوية وأضاف سمو نعمل اليوم ضمن فريق واحد متكامل لجعل دبي أفضل مدينة في العالم ومن الاقتصادات الرائدة بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية دبي للميتافيرس مشيراً سموه إلى أن تشكيل اللجرة العليا يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيها باستخدام عالم الميتافيرس الافتراضي والتقنيات الرقمية الحديثة لاستكشاف فرص جديدة وأحداث تغيير إيجابي في المجالات المرتبطة بحياة الإنسان اشتركوا في القناة